السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسمى السلام عليكم اليوم اتكلم منكم عن قصة الإسراء والمعراج أرسل الله جبريل معه دابة عظيمة اسمها البراق ركب الرسول صلى الله عليه وسلم البراق ليلا وانتقل به بالمسجد الحرام إلى مسجد الأخصى بالقدس المبارك في صحبة جبريل عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم من مسجد الأخصى إلى السماء العليا بر الرسول يصعد من سماء لسماء والتقى بعدد من الإنبياء والملائكة في السماء السبع رأى صدر تنونتا الشجرة التي لا يستطيعها في صف جمالها وهناك فرضت صلوات الخمس عد الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس الليلة إلى مكرم كرمة فلما أصبح أخوار غريش بما رأى من آيات الله سبحانه وتعالى وصدقوا المؤمنون وعلى رأسهم أم بكر الصديق رضي الله عنه وكذبه الكافرون كانت هذه المعلومات عن سراغ المعرج معكم أخوكم سلام عصنان أو أصح الأمور